اشتركوا في القناة ياريت ياريت والله تعال نبدأ مع بعض الأخبار بتاعتنا أول خبر هيكون صحيفة الشروق بيقول أنه التحرير والأظهر معا إلى الكاتدرئية الأهرام صفحة أولى قادة طيارات سياسية ورجال أعمال وراء أحداث ماس بيرو اليوم السابع قيادات كنيسة ترفض لجنة تقصي الحقائق وتطالب بالتحقيق الدولي الأهرام صفحة أولى كلينتون المجلس العسكري يسير وفق جدول زمني لنقل السلطة أخبار اليوم صفحة ثلاثة مواجهة التلاعب بالأسعار بقرار الحاكم العسكري اليوم السابع صفحة أولى فضيحة اللجنة العليا للانتخابات أول القصيدة كفر الشروق لأن نروح للمصر اليوم العليا للانتخابات ترشح أعضاء الوطني لن يحميهم من العزل عند صدور القانون المصر اليوم آخر خبر معانا نهاردة في الأخبار بتاعتنا إقبال شديد وفوضى في أول انتخابات للأطباء منذ عشرين يوم أول خبر كده معانا أستاذ عيدل هو عن التحرير والأظهر معا إلى الكاتدرائية يعني طبعا مبارح كان فيه عدة مسيرات يعني من المدينة التحرير والأظهر والجوامع الكبيرة في القاهرة في مسيرة الوحة الوطنية إلى الكاتدرائية طبعا هو العنوان جميل لكن المسألة دلوقتي يعني هل احنا يعني عقب كل كارثة أو مشكلة أو أزمة طائفية هنتطر أن احنا نقوم بالمسألة دية يعني خلاص احنا كنا نقص بالعشرة أنه الشعب البسيط الواعي جدا بمسألة الوحة الوطنية واعي جدا بواحدة المصير المشترك بين المسلمين المساحيين في النهاية تحت الإطار الكبير تحت إطار اللي احنا كلنا مصريين لكن المسألة أعتقد أن احنا علينا أن احنا بالفعل نقفز من خارج هذا الإطار اللي أصبح فعلا تقصه أصبح مجرد دلوقتي يعني بصراحة شعار مضحك جدا هكاية مسلم ومسيح ايد واحدة والكلام ده احنا محتاجين نتخلص تماما من هذه الأزمة المزمنة وتفتكى ممكن نعدي الأزمة دي زي اللي هو كلما الدنيا تنام وتهدى شوية تطلع فتنة طائفية ومسلم ومسيحي مع أنه الناس اللي مستغرابة يعني انتنا ما تتكلم مع أي حد في الشارع وهو ده نبض الشارع يعني هو ده اللي الناس فهمها يقول لك مفيش حاجة اسمها كده طب أمال إيه اللي بيحصل؟ ما هي إيه المشكلة؟ إنه هناك وعي للشعب البسيط عنده وهي أكتر يبدو من الحكومة أو الحكومات الحكومات المتعاقبة السابقة أعتقد من السبعنات المشكلة يجب أن يتم حلها جذريا تماما يعني والحلول موجودة ولكن أنه الحكومة حتى الآن متبطأة أو متكسلة في أنها تحل هذه المسألة قانونيا أولا لازم يكون مسألة القانون الكنائس غير مرخصة أو دور العبادة الحالية لازم انتهي ثانية مسألة صدور القانون الدائم بمسألة بناء دور العبادة الموحدة يعني هناك عدة قوامين أعتقد أن أنت ممكن تنزعي فتيل الأزمة تماما ثم بعد ذلك نواجه من يصير هذه الفتنة الأول نحن نطبق القانون نفرض سيادة الدولة سيادة القانون وعدم اللجوء في الحل إلى الجلسات الأرفية أو إلى التجارة الرد دينية معينة إنما هو مسألة بالقانون الأزم يجب أن تحل بالقانون أولا ثم بعد ذلك نلجأ إلى الأمور الأخرى نشوف بقى مين الأطراف الخارجية أو الدخلية اللي بتجير هذه الأزمة تحصين وتمتين الجابة الدخلية الأول ده الأساس ثم بعد ذلك نشوف مين اللي بيصير الأزمة لكن نحن حتى الآن تشكيل لجان في لجان في عدم تنفيذ توصيات إلى آخر والمشكلة واضحة وضوح الشمسي يعني الواحد مندهش جدا ده هي نقطة لو مشينا عليها زي ما حضرتك بتقول كده لو يعني قولنا الأهم ثم المهم وحطينا النقطة دي ومشينا عليها تحل الأزمة أنا عايز أقول لك إذا ما إحنا من 40 سنة في نفس المشكلة في 40 سنة طلعنا تقرير ثم بعد ذلك جات الأزمات كلها إحنا تقريبا في 30 سنة فاتوا 82 مشكلة طائفية بسبب دور مش عارف في كنيسة مش عارف إن الكنيسة غير مرقصة يعني ليه إحنا مش عايزين نحل هذه المشكلة تمامة لأن دي أنا موجة نظرة دي أضعف نقطة في النسيج الوطني اللي عايز يهدد أمن مصر ينفذ من هذه النقطة تحديدا بس لو استمرت هتعمل يعني حرب أهلية طبعا أزمة أعتقد إنه بلزبط إحنا مش عايزين نعيد نفس الكلام وأنا كتبت الكلام ده مش عايزين نعيد نفس الكلام ورا كل أزمة إن إحنا أيد واحدة وإن إحنا المسلم والمسيحي وشعر واحدة الوطنية لا أنا عاوز المسألة كل بالقانون واضح على الكل يطبق عليه القانون هذه المشكلة حلها ثلاث قوانين أو قانونين في منتهى البساطة وممكن تتم حل هذه المسألة وأن الدولة تكون موجودة أن العدالة عمياء والقانون يطبق على الجميع دون اللجوء مثل ما حدث في أزمة الماريناف الأخيرة إلى الاستقواء من محافظ بجماعات سلفية أو الآخر لا المسألة ما أنا دور الدولة هنا فيه قانون واضح ينظم عملية البناء ينظم عملية الترميم ينظم عملية الإصلاع دول العبادة بالذات الكنيس الكنيس المقامة أو دول العبادة الحالية المقامة لأن الناس كان وضع عرفي زي أي حاجة يعني أنت ممكن تروحي تقدم على تصريح مبنى أو محل يقولك تشتغلي وبعد كده نشوف حكاية التصريح تجين سرعة في الأداء وترخيص تبقى جاهزة بالذات لمكان لأماكن زي دي يعني أنا أعتقد أنه كان الحكومة اللي جاءت بعد صورة 25 ينار كانت مفروض تبني على المشهد الجميل والعظيم اللي كان عليه الشعب المصري حتى 11 فبراير وما بعده بقليل حتى وقعت الأحداث بعد كده أطفيح اللي كانت في حلوانس وما بعد كده في إنبابة يعني لازم أولا نسد هذه الصغرة أعتقد هذا الجرح يجب أن يفتح تماما يجب أنه يعني ينفد كل ما فيه من عفن علشان نقدر نحن معلنا هنا كمان أخبار يعني لها علاقة بالموضوع أو في تصريح بيقال قيادات طيارات سياسية ورجال أعمال وراء أحداث مسفير ومين اللي بيقول كده وإيه والله بص بصورة يعني أنا يعني هذه النوعية من الأخبار يعني مش عارف التحديدة من جريدة الأهرام يعني هذه الجريدة العريقة اللي لها دور تنويري عظيم هذا يعني الخبر الخبر المرة التانية اللي بصراحة نريد أن نطرح عديد من التساويات هل ده تنزير ولا ده عن حدثت فصلة حقيقية يعني أنا بصراحة أتعامل حسس عقلي في هذه النوعية من الأخبار إنه اتهام قيادات قيادة طيارات سياسية أو رجال أعمال في حداث مسفير لأنه هذا التصريح برضو كان وزير عدل من شهر قال إن أنا هكشف عن دول بتمول في الأهرام برضو وما حصلش بعد كده خلال أيام ولم يحدث يعني أعتقد أن علينا أن نحن ننتبه للقاء للتهمات دون تحديد طيب ما هي هذه الطائرات يعني أقول لنا من الطائرات تحديدا من الشخصيات اللي كانت بتحرد من رجال الأعمال لأنه نفس التصريح ده اتقال في أحداث الصفارة الصالية ثم والاعتداء على مدرية أمن الجيزة انتهت الأزمة دون أن نعرف من هم الذين كانوا وراء التمويل أو اللي هو صارت الفتنة في أحداث الصفارة الصالية طيب الخبر بقى اللي في اليوم السابعة هو برضو لي علاقة بالموضوع بيقولين قيادات كنيسة ترفض لجنة تقصي كان سيئة ترفض لجنة تقصي الحقائق وتطالب بالتحقيق الدولي يعني هو يعني مسألة التصريحات دي جات بسبب أنه عفيعة تبسيقة من مسألة أن أنا أحيل أي أزمة للجنة طيب ما كان في لجنة قبل كده لجنة لجنة العدالة الوطنية اللي دي على فكرة دي لجنة رسمية ما كانش في نتيجة واضحة برئاسة دكتور شرف أي وفي حدثة المرناب في اليوم الأول اللجنة دي طلعت توصيات تجهلها الدكتور شرف وكانت أول مطلب لها إقال كمحافظ أسوان المطلب التاني كمفروض ينفذ على الفور اللي هو تقنين وضع دور العبادة الموجودة بدون ترخيص ثم بعد ذلك إصدار قانون دور العبادة الموحدة فأعتقد أن هذه المسألة تصريحان بعض القيادات الكنسية يعني بتنم على عدم ثقة من كثرة اللجان لحل مشاكل أعتقد أن حلولها واضحة للعيانة واضحة للجميع مش محتاجة لجنة داخل لجنة ولجنة تقصى حقائق وندخل في تفاصيل وندخل في تفاصيل أس المهندسة بتاعت الكنسة الماريناب قالت أسنع هم 9 متر وهم قالوا 13 متر يا سلام يعني هي المسألة مش عاوزين نوصل المسألة دية أنا أعتقد يعني المسألة للتدخل الدولة دي في مسألة يعني خاصة جدا مثل مسألة القبطية أعتقد ده مرفوض تماما ليس المسلمين فقط ولكن من الأقباط الوطنيين هي مسألة محتاجة يكون في ثقة من الخطوات اللي بتقوم بها الحكومة لحل هذه الأزمة أعتقد أن يعني دي الأزمة اللي هي بتهدد فعلا الاستقرار الوطني أو النسيج الوطني هي الأزمة التقفية اللي أحد لها أعتقد يجب أن يكون واضح بخطوات متسرعة جدا وعجلة وفورية دون الطباط ودون التجاهل يعني